السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في مواكبة جديد كل أخبار جينا نتكلم على واحد الموضوع اللي كان شائك جدا وهو القضية ديال ابنت الكولونيل والمستجدات بخصوصها كيف كتعرفوا أن هالقضية أتارت لغطا كبيرا وجدلا كبيرا نعود ونذكروا بها أشنو أشنو القصة أنه واحد الكولونيل اللي كان في الأمن كان عنده واحد المنصيب كبير في الأمن واحد ظروف اللي كانت بالنسبة حتى كين يجوش أطراف باش نشرحه مزيان المهم هو توفى توفى هادي في 2018 تقريبا ست سنين باش توفى احتى تفجرت واحد القضية أنه ابنة دياله خرجات بنت الكولونيل خرجات وكتأكد بأن الأب ديالها مشي مات موتى طبيعية أو حادي تتسير كما كين في المحاضر بل أنه تم قتله والقتل دياله كتهم فيه بعض الجهات ومن بيناتهم العائلة ديالها والأم ديالها إلى آخره مهم أراكم مشتول فيديوهات فاش خرجات بهذا التصاريح بقى واحد اللغط وكان واحد انقسام كبير بين النشطاء بالنسبة لهذا القضية كل واحد أش كي يقول كين اللي كيتكلم على هذا القضية كي يقول لك بأنه بالصح كيتضامنه مع ابنة الكولونيل وكي يقولوا أنه كين جريمة قتل وكين ناس آخرين تبوا مشوا واكبوا الحادات ومشوا وتبوا كي يقلبوا من جهة ديالهم وأكدوا بأنه ما كينش جريمة قتل بل فقط كين نزاع عائلي وأن القضية فعلا هي غير حادي تتسير بالنسبة وفين وصلت القضية حتى وصلوا القضاء بما أنه لا قضية طرأي العام مشات القضاء وتفتح الملف آخر المستجدات ديال هاد الملف لحاليا آخر ما كين هو أنه تم إغلاق البحث وعدم المتابعة نعود نقولها لكم تم إغلاق البحث وعدم المتابعة آآ دابا كل طرف أش كيقول دابا كينو حد طرف كيقول لك كيقول لك أن هاد القضية بالنسبة لآخر تطور بالنسبة للرأي لما كيسانش ببنت الكولونيل واللي كيعتبر أن هاد القضية فقط كسيدة حادي تتسير فكيأكدوا أن القضية ما فيهاش المتابعة زيادة على أن أحد شهود اللي في القضية خرجوا بعد تسريبات الإخوان والأخوات بخصوص القضية وبعض المحاضر إلى آخرين كينين اللي مشوا بعيد وجبدوا هاد المعلومات وأكدوا بأن أحد شهود في القضية من خلال الخبرة على الهاتف دياله لقاه متصل قبل ما يجي دير الشهادة دياله لقاه متصل بأطراف من هذه القضية اللي هم عائلة الكولونيل وتم تأطيره باش يقول ذاك شيء اللي تافقوا معاه يقوله وهاد شيء أنا خطير جدا أنا أحد شهود لقاوا بأنه في الخبرة لقاوا أنه قبل ما يجي يشهد أنه تصل وتصل حتى بوحد القناة اللي مذكورة بالاسم دياله قناة يوتيوبية اللي أطرتوا في هاد المجال هاد شيء رأى تدخل سافر في القضاء وأن هاد الناس تجبدوا في المحاضر مهم هدي آخر المستجدات كما قلنا لكم أن القضية حاليا آآ تم آآ تم إغلاق البحث فيها وعدم المتابعة لأنه ما كنش الدلائل بخصوص جريمة القتل يقدر الميلف يعودوا يديروا في البحث ممكن كل شيء ممكن ولكن كيبقى بأن القضاء قال كلمة دياله حاليا دبا راه القضية آآ صفي آآ تسدات آآ كين اللي كيقول بأنه غدا يكونوا حد الإسئناف لهذا القرار مهم احنا كنت نتاظره آآ بجهة أخرى أن المحامية آآ اللي كانت تكلفت بهذا القضية آآ سيدة زينة بالخيار أنه تم التشطيب عليها هذا كان في خبر اللي وقعت نهار ديال آآ ربعتاش في الشهر ديال هذا الشهر حيث أصدرت هيئة المحامين بالداري البيضاء قرارا يقضي بالتشطيب على المحامية زينة بالخيار من لوائح مهنة المحامات مع النفاذ المعجل وذلك على خلفية مجموعة من الشكايات التي قدمت ضدها وذكرت مصادر متطابقة أن قرار التشطيب جاء بعد بحث ومناقشة مستفيدة في القضية مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف الشكايات المقدمة ضد المحامية الخيار ووقع مصادر بالبريس اللي أورد الخبر فإن المحامون قرروا استئناف القرار الصادر عن الهيئة والقاضي بالتشطيب عليها وما زالت المحامية خيار تمارس نشاطها كمحامية لحين صدور قرار النهائي من الجهات المختصة المهم أرى بقى في المحامات ولكن ابتدائيا تم تشطيب عليها في انتظار واشغد تسأنف هاد القرار او لا هذي بخصوص مملابسات هاد القضية غير الخوت كتبقى هاد القضية وحد القضية اللي شائكة وما يمكنش شي واحد حت كين كين وحد لغط وكين وحد تضارب كبير في المعلومات بخصوص القضية راكين اللي كيقول بانها مسكينة هذيك البنت الكولونيل را مظلومة وهذا وخاصنا نبحته في الأب ديالها وكينين تساؤلات دائما كي يوقعوا علاش ما تمش تشريح طيبي حينها ديك ساعة يمشي وسوله على تشريح طيبي ما يخليه شدوز واحد السنين على واحد الواقعاء هاد بش نخرجوا فرضيات كينلي كيخرج من جيال خورة كيقول لك هاد بتيسامبة الكولونيل عندها مشكيل مع الأم ديالها وزجات مشاكل اللي و سرية ورجعتها قضية رأي عام وهذا الشي خطير جدا كل واحد شكي يقول ممكنش لنا نتخندقو أو نمشيو مع طرف من الأطراف لا يمكن هذا احنا فقط كنمشيو كنحاولو نبقى محايدين ونشوفو جميع وجهات النظر كينلي كيقول علش ما دروش الإجراءات فاش وقعات الواقعة كان علم يدرو الإجراءات ويجيبوا الشهود ويقوموا بتشريح طيبي حينها أيضين متسنوش تدو السنين وعادة بش ممكنش القضيعة التانية عاد تجي من مهم كان الغموض كان الغموض بزاف دي الغموض كان ناس أخرين كيمشيو كيقولو أن هاد القضية قضية تمس بالأمن كتتمس بالأمن لأن لا افترضنا أن هاد السيد مثلا تقتل مثلا هاد سيد اللي أمني تقتل إدا شكل تواطع علش ما ما مشاش لبحت هدا فقط كنقولو لها دوك الناس اللي كيقولون أن هاد القضية تمس بالأمن كاتمس بالأمن كتبغي تضرب خصصا المعارضة هنا بعض المعارضين اللي كيبغيوا تضربوا بأي قضية كما كنتو شتو قضية ديال للسلمة اللي خرجوا لنا في حد هنا داك كانوا خرجوا كيخرجوا بالفيديوهات كيقولوا للسلمة فعل بها كده وكده وكده وفي الحقيقة احنا شناها مؤخرا من خلال الفيديو الذي تم تداوله انها في صحة جيدة الى اخره الى اخره فبحل هاد القضايا كياخدوهم دوك المعارضين ولا هادوك اللي بغين شرب ببلادنا وكيبغيوا تصغلوهم وكيقولوا شوفوا ها ما قتلوه هرا شكل قتلوه شكل قتلو هاد الكولونيل ورا كيبغي يشوشو على القضايا وكيبغي شوشو على الامنة وحنا من هاد المنبار كنحاولو نوضحو الناس انها ليس كل واحد عايجي يخرج ويقول لنا الوجهة نظر ديالو واننا خصنا ننتقو بها مئة في المئة وكنت عاطفوا مع الجميع وكنبغيوا ان اي واحد ياخذ الحق ديالو وكنبغيوا اي واحد يلجأ القضاء عندك شي مشاكل تلجأ القضاء وقضاء حاليا قال كلمة ديالو وهو انه تم اغلاق البحث وعدم المتابعة كتبقى ان وش سيتم استئناف هذا القرار طبيعة الحال وش غيتتم استئناف ديالو او لا لا هذا كيبقى للناس المتدخلين فهذا فهذا الايطال مهم بالنسبة الاخر المعلومات احنا جيت لكم احاطة باخر المعلومات حاولت نختصرها وتكون ملخصة باش الواحد ما يمشيش دعم ما ما نديروش واحد للفيديو اللي طويل بزاف بغيت نشرح لكم بانه ده حاليا ما كنا لمتابعة الوالو والاغلاق البحث لكن شي استئنافية ديك لما كانش ان نجيب لكم اخر المستجدات بخصوص هاد القضية كان فقط هادا واحد توضيح بخصوصها وشكرا جزيلا لكم